ينتظروا الحقيقة من قبلنا مروح حتى ينتظروا الخدمات الكثيرة والعزاة العظيمة والخدمة اللي بتقدموها يعني لقيت الحقيقة عادت كبير فرحان وأنا ديتهم برضو فكرة عن أن هم يكونوا على اتصال باستمرار بالقناة وتأيدها برضو أيضا وأرجو أن احنا كلنا نكون وراء هذه الكاميرا العظيمة اللي بتصل للحقيقة إلى كثيرين وكثيرات وبترد كثيرين إلى الإيمان فأرجو أن احنا يعني خلينا باستمرار مش بس في الاتصال وفي التعديد أيضا الكلام ده مشجع أبونا أننا نسمع حوارات بتدور إحنا ليس لنا بيها أي علم خارج الأرامية يمكن خارج مترجن خالص لكن ده كلام مشجع وأنه من أب غالي علينا وبيطعب معنا في الخدمة هنا ده كلام أيضا بيرفعنا روحيا في وسط الخدمة وأمورها مهما فعلنا كل البر فنحن عبيد بطالين نحن عبيد بطالين لكن الحقيقة فعلا أنا تمتعت بناس كثيرة بتحب الأرامية وتمتعت كثير أيضا باستقبالهم بروح الاستقبال للمحطة وإحساسهم بالخدمة العظيمة اللي بتأدلها الرب يعطينا قوة لكي تصل فعلا ممسوحة بالروح القدسة كي تغير كثيرين وكثيرات من أولاد ربنا من خراف المسيح وأيضا أن تأتي بخراف من حظائر أخرى بيتمجد ربنا إن شاء الله بيزي ربنا ده أكيد وإحنا لنا اختبارات كثيرة بمناسبة أنه الكلمة والخدمة بتأتي بخراف من حظائر أخرى عندنا اختبارات كثيرة بتشهد ليها مقاطع كثيرة من برامجنا للبث المباشر ومن وقت للتاني بنشكر الرب عشان بيها بنشكر الرب عشان الاختبارات دي أبونا ومن وقت للتاني بنذكر الأحباء المشاهدين إنه هذه الاختبارات هي استجابة صلواتهم استجابة صلواتك أبونا وقدام الأحباء زي قدسك واستجابة صلوات كل من يدعم هذه الخدمة وبيشارك فيها ما إحناش قاعدين زي ما بنقول إن إحنا بنتكلم بس على مادة لكن بنذكر فضل الرب علينا ببركات الرب بنعدد بنعددها شاكرين قدام هذه الشاشة وقدام خدام الرب الأمناء اللي زي قدس أبونا مخايل بيخدم معنا هنا الحقيقة وده يعني ده إحنا مديونين فعلا إنه نشكر ربنا عشان ربنا عطانا مش بس خدام أفاضل زي أبونا مخايل وزي خدام كلهم على الأرامية إحنا مديونين إنه ربنا عطانا عيلة زي الأحباء المشاهدين مديونين إنه عطانا مشاهدين عطانا ناس بالدعم وعطى الخدمة لكن إحنا فعلا ده امتياز نحس إننا عيلة واحدة ونحس إن إحنا كمان أبونا إنه يعني استمرار هذه الخدمة واحده فقط بالصلاة وبالصلاة فقط وبالإيمان في استجابة الصلاة ودي اللي إحنا بنركز عليها والكل دلوقتي بيركز عليها مش عشان حاجة عشان إحنا موقنين إنه ده اختبارنا ودي حياتنا اللي إحنا بنعيشها دلوقتي عمل ربنا في القلوب وفي الناس اللي بتصلي وفي القلوب اللي بتدعم سواء شهري أو على مدى أكتر من شهر هو بالإيمان بيجي وبالإيمان إحنا منتظرين عمل الرب إنه يتمم اللي بدأوا معنا في الفترة دي يعني إحنا مش بنقلق ولا ست شهور ولا سنة لأن الأمر كله بيئيده هو بيئيده الكلمة وبييده السلطان أوجه عناية الأحباء المشاهدين الخطوط مفتوحة الآن لو عندك أي سؤال لأبونا بخصوص هذا الموضوع لو فيه موقف معين هتحب تاخد رأي فيه رأي قدس أبونا مخايل في هذا الموقف سواء كان موقف في العيلة موقف مع الأصدقاء وإنت لقيت نفسك بتتصرف تصرف لقيت نفسك محتار فيه مش عارف هل التصرف ده صح ولا لأ دي فرصة دلوقتي أنك ترفع سماعة التليفون لأي مشورة من أبونا بتكون مشورة كتابية من خلال كلمة الرب لو فيه موقف مريد بيه حيرة محتاج أنه أبونا يصلي أن الموقف ده ربنا يعديه بسلام من خلال العيلة أو من خلال الأسرة أو من خلال شريك الحياة أو شريكة الحياة ما تترددش أنك تشارك بطلبة بأنك تطلب صلاة من أبونا من أجل هذه الأمور فيه أخت شاركتنا بتقول وكانت الحقيقة أبونا الشاركة كانت طلبة صلاة وكانت طلبة صلاة يعني لطيفة واتسامنة من أجل هذه الطلبة بتقول أنا بطلب أنكم تصلولي مع كل عيد لأننا إحنا بنتقابل مع الأسرة وأنا بتقابل مع العيلة كلها ولما بنقعد بنتقابل بنتكلم كلام كتير بعد كده بعد هذا اللقاء وبعد اللقاء الأسرة والأهل في العيد حوالين موائد الطعام بنطلع أننا بعد كده بتبقى فيه مشكلة مشكلة نتيجة الكلام اللي تقال وأخت قالت لأختها كلمة صعبة قال لأخوه يعني كلام جارح رغم أنه هو يعني المناسبة مناسبة عيد ومناسبة فرح ومناسبة سرور وابتهاج لكن بتنتهي هذه المواقف بسبب الكلام فكانت الحقيقة الأخت دي يعني إحنا على قد ما لمسنا إزاي إنه دي طلبة مهمة لكن هذه المواقف هذه الأمور والجلسات دي بيكون فيها أمور قاسية مشكلة كتوبر لرجل اللي لمسك فمشورة عشان في تاريخ الخطط لأمقر في مجلس المستهزين على مجلس نكرة مش حلوة وكلام ما لوش لازمة وفاكرين إنه هو كلام يعني بيحل الأعدى مش كده عشان كده قال كل كلمة بطارة تعطونها أنا حسابا في متى 12 كل كلمة بطارة تعطونها اللي هي ما تبنيش وعشان كده قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة بإيه بإسمي يعني بنطلبه ما هو إسم المسيح ما هو قوته هايز انرجي نعم الاسم ده انرجيتك نيم مش مجرد اسم عادي طب فين اسم ربنا اللي بيحط حط فين إحنا لما بنيجي نقعد نبتدي نقرأ إنجيل أو كل واحد له مصمور قليل بلاش نقول قليل نقول أرجو نكون كتير بلاش الناحية السلبية نرجو نكون كتير ما هو إحنا بنعترف السلبيات أبونا بالزبط طبعا كلامك صح بس أنا بحب زي ما نقول للسلبات نقول برضو عشان نبقى فيه الرجاء يعني فأرجو إن احنا نبتدي بكده لما نيجي نقعد وناخد بركة المسيح فينا يا على القعدة هتبقى حلوة ازاي وتبقى مباركة ازاي وتبقى منتجة ازاي وما يبقاش فيها مشاكل زي ما حادثك بتقولي دلوقتي إنما كلمة من ده وكلمة من ده بتبقى ساعات نار بتولع لأن لسه فيه قصة جاتني أو فيه مشكلة جاتني بالتريفون من يومين ثلاثة هي كلمة هي كلمة موقف وكلمة موقف موقف صدقوني أنا مش هقدر أحكي طبعا إنما موقف شبه عادي طبعا فيه إهمل شوية فيه مش عارة رحات كلمة طلعت كلمة مش حلوة اترد عليها كلمة مش حلوة بقت النار النفخ فيها الشيطان فبقت شخص بيكلمني بيصرخ مكتر البشكلة ما كبرت وهي أساسها كلمة حركة صغيرة وكلمة ده اللسان وده حقايق موجودة وده حقايق فعلا معاش أبونا وكل المشاكل الأسرية والعائلية والمرار والتعب بتكون أساسها كلمة اسمحي قد سأبونا أخذ اتصال من اقتنالية هي معانا الوقت على التليفون أهلا وسهلا بيكي أخذنا لي أنت على الهواء أهلا وسهلا بيكي أهلا وسهلا بيكي أهلا وسهلا فضلي فضلي أهلا وسهلا فضلي أنا ممسودة لشوف البرنامج يعني نتمنى إنه ببيس ويستخدمكم على حسابيراتي شكرا بيكي كاتا خيرك فالمهم أنا يعني ما أخذ من زمن لأكين أنا بطلب منكم الصلاوات صالي صلاة معينة الحاجة معينة أم صلاة عامة لا صلاة يعني أنا من سودان أهلا وسهلا فالبلد يعني معرض للخطورة ويعني فيه ومشاكل كتير بتاعة الحرب يعني معرض لخطورة بتاعة الحرب فأنا بطلب يعني يعني منكم الصلاوات عشان الرب يستخدم إراته وممكن يعني أبياي باين مش كده عندكو مشكلة أبياي بسمها أبياي ويجيب على النوبة والنوبة أبياي أبياي أيو حاضر حاضر السودان ومصر وسوريا رب في هذا المكان شخصين بيعاتبوا بعض العتاب آه جميل أوي سؤال حلو أوي العتاب لو هو دخل فيه أرجنج هيتحول إلى إدانة لأننا هبرر نفسي وخطأ اللي قداد بقى دخلنا في إدانة إنما العتاب يكون إحنا قلنا دوقتي كلمة المحبة محبة المسيح المتسكبة في خلوبنا لو أنا عتبت إنسان بمحبة ما تبقاش إدانة أصلا الإدانة هي الحكم على الآخر بعدم المحبة يعني بشعور غاضب من الداخل شعور كبريائي إنه هو بيعمل كذا وممكن ما كونش بيعمل الدرجاتي وعشان أبرر ذاتي يعني هو غلطان مية مية وأنا صح مية مية وأنا صح مية مية برافا عليك وبالتالي هنا مدام بعدم محبة حتتحول حتى العتاب حتتحول إلى إدانة ولكن العتاب اللي فيه تصحيح للمواقف وعشان خطر ما الشيطان ما يتدخلش أكثر من إنه قصد إنه يفرقنا يبقى دي مطلوبة ولكن خدوا بالكم أن الشيطان في التفاصيل لو دخلنا تشلنا الشيطان في الحالة دي فأنا أتوقف عن العتاب اللي فيه بحبة العتاب الرقيق بألفاظ حلوة ولكن كلامكم مملح بملح يعني طعم مرة واحد دايقني في مرة زمان فطلعت مني كلمة كلامه مش عاجبني فقلت له يا أخي أنت كلامك عمل زي سندويتش العيش في العيش سندويتش عيش وتحط جوه عيش خبز في خبز خبز في خبز إزاي خبز في خبز ما روش طعم يعني فكثيرا إحنا ما بنيدي الآخرين سندويتش خبز في خبز يبقى الكلام يكون كلام رخيق أول حاجة فيه محبة كلام فيه وداعة كلام فيه رقة فيه لطف أيوة كله لطفاء كثيرا إحنا بننسى الحكاية دي وهنا العتاب يبقى يبقى كواس أو بالشروط دي بغير الشروط دي حيتحول مننا يشطر حيخش وحتحول إلى مش بس إدارة وتجريح وتجريح بالزبط بالزبط يعني هو يعني بتكون النتيجة بعد كده أنه بتحول مطار المفروض العتاب وأنه بعد العتاب يبقى فيه مصلحة وفرح وفرح بإن إحنا التخينا ببعض وشن الحاجز اللي كان ممكن يبقى موجود وينمو مع الوقت شوفي إزاي فيه فيه في الفرق بقى عندما نلاقي أنه حيخش في أرجي وحيخل في إيدانا نتوقف يقول أنا مسامح كل واحد فينا يحاول يقول أنا مسامح ويكون يطلب من الله وقاعد كده في حالة صمت ولو لمدة ثواني يقول يا رب يديني إيه يديني الحب يديني السلام يديني الغفران حتى لو كان هو الغلطان مش أنا شفت الصمت هنا مهم زي الصمت الوقت والكلام له وقت يبقى العتاب له وقت والصمت له وقت يبقى هنا تكمن حكمة الصمت تكمن حكمة الصمت بربع أيها كلمة الحكمة هي شفت إزاي حكمة الصمت لا تنسى أنه أيضا الخطوط مفتوحة لأي طلبة صلاة والأي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع اشتركوا في القناة فعلا عندك عايز طلبة صلاة ومش عايز تطلع على الهوى دي هالكونترول روم وهم هيدون الأسماء وأبونا هيصلي علشانها في الفترة البقية من وقت البرنامج استسمحك أبونا لأنه أساسا أساسا قعدتنا وأي برنامج وتواصلنا مع الأحباء المشاهدين هو من أجل أن نحن نصلي معه طبعا ده ده الهدف الأساسي وأنه بنقول لهم أنتو مش لوحدكم لكن القرمية موجودة بكل طاقمها بكل خدامها بكل برنامج فيها بس علشان نختبر استجابات رائعة للصلاة وبنحطها بإيمان لكن بدون ذكر أسماء جاءت طلبات الصلاوات دلوقتي صلاة من أجل أخ طلب اسمه خالد طالب من أجل الشفاء في العين الأخت ريتا شمعون صلاة لأجل الشفاء وبركة لكل العائلة أخت تانية قالت مش عايزة اسمي يذكر لأنها بتعاني من كآبة وأيضا بتطلب شفاء وبتطلب من أجل أولاتها أيضا أخت تانية بتطلب شفاء روحي للعالم والعائلاتها أخ آخر برضو قال لا تذكره اسمي صلاة لأجل بنته وزوجته والأجل شفاء ابنته أيضا أخت طلبة من أجل أن الرب يعطيها زرع بشر ربي ديها أولاد أبونا هدي لك الأسماء دي تضع يدك عليهم وتصلي من أجل كل هذه التلبات وإذا في الآخر تحب تلخص الموضوع أو تقول كلمة أخيرة لمشاهدين ولا تنسى أيضا صلواتك من أجل خدمة الفضائية الأرمية أبونا من أجل كل الإدارة كل العاملين عيوننا على الرب فعلا عيون الإدارة كلها نحو الرب إلهنا تلبطنا وصلواتنا إيماننا صلي عشان إيماننا زيد أبونا كلنا صلي علشان يا رب إن إحنا عندنا إيمان لكن عايزين الإيمان ده يدخل إيمان تحدي إيمان بيشوف أشياء مش قادرة تشوفها عنينا إذا كانت عنينا شايفة مبالغ قليلة شايفة أمور شايفة وصول مبلغ في نظر عيوننا البشرية الجسدية قليل لكن عيون الإيمان صلي إنه يكون لنا عيون الإيمان أبونا اللي بنشوف بيها بركات ربنا غير عادية وفعلا إحنا لمسنها وعيشنها أبونا أولادك يا ربي الشباب والشبات اجذبهم إليك كثير من أولادنا بعيدين عنك ونحن نتألم يا ربي من هذا البعد لكن أنت قادر يا إلهنا أن تحول يا ربي هذا الضعف إلى قوة تحول يا ربي الخطية إلى بر وطهارة تحول يا ربي بعدهم عنك إلى حب حب حقيقي أنظر يا ربي إلى محطة الأرمية أيضا نحن نستصرخك يا إلهنا في احتياجاتها الكل يعمل يا ربي بكل طاقاته صحيح أنا معاك النساعات بيضعف إيماننا لكن هنقول مع الرسل يا ربي عندما ضعف إيماننا يا ربي زد إيماننا حتى لو عتبتنا على ضعف إلى متى أحتملكم قلت احتملنا يا ربي في ضعف إيماننا وزود هذا الإيمان عمق هذا الإيمان حتى نرى الغير مرئي يا ربي كحقيقة يا من حولت الخمس خبزات وسبكتني إلى إجباع الخمسة آلاف من الرجال غير النساء والأولاد إجباع يا ربي هذه المحطة باحتياجات أيضا يا ربي من باركت في في فلسايا الأرملة بارك يا ربي إلى أماكن بعيدة تجيب يا ربي الأشرار تحولهم إلى أبرار البعيدين إلى الإيمان لكي يعودوا إليه حتى لو كانوا غير مسيحيين اجذب يا ربي الكسيرين حتى لو كانوا من حظائر أخرى إرسل إرسل يا ربي لحصادك حصادين إرسل خدام يا ربي حقيقيين ليس الخدام يا ربي الذين يعملون كأنبياء كذبة وكارسل كذبة كما هو مذكور في كرونس الثانية الثانية أحداشر إله الصالح كثير من يا ربي لنا منظر التقوى ولكن ليس لنا قوتها يعطينا قوة التقوى يا ربي حتى تكون الكلمة كلمة مؤسرة حتى تكون الكلمة فاعلة هو كلامك يا ربي فاعل في ذاته ولكن نلعب فينا احنا في ضعف إيمان وضعف روحنياتنا كخدام أوي إيمان املأنا بالروح املأنا بالروح يا إلهنا الصالح يعطينا قوة فقوة يعطينا نعمة فقل نعمة يعطينا يا ربي كل خدامك اللي في الأرامية أن يكونوا أقوياء في عملهم اللي هم أمناء بس أعطيهم أيضا زيادة قوة أعطيهم الروح الروح القدس اسكبوا يا ربي على هذه المحطة وعلى كل الخدام وعلى كل العاملين فيها اسكب عليهم يا ربي بغزارة كأمطار أمطار غزيرة تنزل من السماء علينا كلنا على هذه المحطة أعطيهم يا ربي أكثر مما يطلبون ومما يفتكرون وده وعدك الصالح يا ربي أشكرك يا ربي لأنك استجابت هذه ما شعرنا بالإيمان أنك استجابت يا ربي للتعبنين والمتقلمين وللمرضى بكل أنواع الأمراض وكل احتياج يا ربي إحنا وضعين يدنا على هذه الأسماء إعطي يا ربي كل واحد شؤل قلبه سواء شفاء نفسي أو روحي أو جسدي أو احتياجات أخرى حسب إردك الصالحة استجابت يا ربي مش هلقولك أنت استجيب لا ده أنت استجابت يا ربي لكل المجد لكل الفرح لكل التسبيح لكل المعرفة الحقيقية يا ربي يعني عارفينك يا ربي ومتأكدين منك ما تخليناش نضعف أبدا يا ربي خلينا سبتنا في الإيمان باستمرار لكل المجد ولكل التسبيح إلى الأبد أمين شكرا أبونا شكرا من أجل هذه الصلاة لأن كلنا في احتياج إليها أنا بشكرك من أجل وحودك معنا من أجل خدمتك نتمنى أن الكلمة تأتي بثمرها في النفوس لتعليم نفسنا أنا بشكرك من أجل محبتك وصلاتك ودعمك لهذه الخدمة بنذكرك أنه استمرار البرامج استمرار الخدمة استمرار توصيل الكلمة وللنفوس هي أيضا بصلاتك بمحبتك بتشبيعك باستمرار دعمك لهذه الخدمة